جماعة الطاقتة من جمعية حقورة والحرية الحياة جميلة hoblar أخوص جمعية لتقع على نشاطة ومدافع كل إنسان صحفيين سياسيين محامين ومواطنين بصفة عام نقرأ في البيان المشترك اللي يصدر على النقابة وعلى مجموعة من المنظمات قعدنا نحكيه في الاعداد وقلنا هل يعقل أنه بعض المنظمات اللي موجودة في كل مرة توقع على بيانات مهمة في علاقة بمجتمع مدينة ما نعرفهم شو الكل نحب نتعرف عليهم أفريا مزير منهم تقاطع اللي توقع مؤخرا على بيان مشترك يصدر في 20 أفريل 23 إلى جانب نقاب الوطن الصحفيين تونسيين جمعة تونسية لمدير الصحف الجمعية التونسية نساء ديمقراطيات الربطة التونسية لدفاع عن حقوق الانسان وما أدرك إلى جانبها نلقاوا جمعية أخرين منهم جمعية تقاطع أنت صغير شوية في السن لكن تصورك كبير في القناعات غايلين اليوم أي دور للشباب شنو دور الشباب في هذا الكل اليوم كي تكون شاب كانت تسمح كدش عمرك غايلين 25 سنة كي تكون عمرك 25 سنة غايلين شنو نظرتك لبلادك اليوم الوضع للحريات وخليلت تكون موقع مع جمعيات كبيرة هكا شنو قناعاتك في علاقة بهذا التوقيخ كيفاش تنظر للواقع اليوم الواقع بصفة عامة ولا الواقع أساسية كيف تحب أنت وبصفة النوعية من الشباب معناها فما الشباب ليختار الخلاص الفردي معناها إما الهجرة أو أنه يغادر تونس معناها ويكون مستقبل فهم الشباب اللي مازال مؤمن معناها بتونس الغد اللي حلموا بها لجي اللي قابلوا معناها واخذيها هو المشهر خطر جيليانا تقريبا ما شاركش في الثورة إنما يخلط على أخلوط وشاف الناس اللي قابلوا معناها وإمن بجأة في الثورة اللي تفهمها دي جون معناها ممنين بتونس خير تونس حقوق حريات تونس اللي تضمن لهم الكرامة تونس ضمن لهم مستقبل ما خير ولكن رغم أنه الواقع عن بعد كان مغاير الأحلام حتى بعد 25 جويلة تقريبا نفس الشيء معناها اللي يقول لك اليوم ديمقرات 25 جويلة غايلان الشباب قراب من قيس سعيد وصوته القيس سعيد في 2019 وكان فيما هبى من عند الشباب في 2019 وهذا كان تحية كبيرة حتى القيس سعيد على قدرته على أنه يقنع ويكون جذاب للشباب لصندوق الاقتراع حسب تقديري شخصي معناها تصويت لقاي سعيد كان نكاية في المنظومة السابقة معناها ومش لقاي سعيد في حد ذات نفسه معناها لأنهم بعد شوفنا نسب القبيل على انتخابات البرلماني الاخير اللي هي ضعيفة على الاخير على الدستور كيف كيف معناها إنما الانتخابات الرئاسية اخذت منحة آخر معناها على بعد السياسي إنما هي فقط معاقبة لعشر سنين تعديوا على تونس من غير محقه ولا هدف واحد من هدف الثورة وكيف نشوف معناها الشباب الكيفين وغيري اللي عبر على رفض المسارى ذاية مش كما فسر سيد ناب اللي كان قابلي معناها رفضين المسارى ذاية يحبوا العودة إلى الوراء لا لأننا ما نحبوش العودة إلى الوراء وما تحبوه نحبو الحاجات نحبو ديمقراطية فعالية معناها مش ما هي ديمقراطية فعالية غيران؟ ديمقراطية فعالية يكون فيها دور للشباب ويكون فيها معناها دولة تحترم الحقوق الحريات دولة تحترم منظومة حق الإنسان دولة فيها عادلة اجتماعية وسياسية واقتصادية لكل مواطنين معناها بتونس اليوم التوقيع على البيان المشترك هذية شنو ما رده؟ البيان المشترك هذية يقول الحكومة التونسية تعتمد سياسة ممنهجة لضرب حرية الصحافة البيان يحكي على تواصل السياسة الممنهجة لحكومة نجل أبودن في ضرب حرية الصحافة في خطوة صحيدية جديدة لهرسلت الصحافيين وضرب حرية الصحافة في مقتل المرة الثلاثة على التوالي وخلال شهر يتم تحقيق نهار الأربعة نحكيه اليوم على محمد بغلاب وعلى عرفاوي نحكيه بطبيعة الحال على استنكار منظمات المجتمع المدني يتوصل عمل للجهات القضائية بالمرسوم أربعة وخمسين يدعو الموقعين نشرة المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم أربعة وخمسين وكأنه الآن غيلان فم هالشبح هذا الاربعة وخمسين الآن شبيه الاربعة وخمسين هو مو الشبح معناه هو أديات خمع فعلية معناه معناه معاد الشبح للأسف لأنه هو مرسوم مصدر في 13 سبتمبر بدأ يحصد في ضحاياه بعد بشهر هو اسم المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية احنا نسميه المرسوم المتعلق بالقضاء على حرية التعبير فعلا لأنه أغلب الحالات اللي صارت على المرسوم هذا كلها على تدوينات على موقع تواصل الاجتماعي أو على تصريحات إعلامية شمال سياسيين شمال صحفيين شمال مدافعين على الحق وشمال نقابيين زيدة معناها وتقريبا لكلهم حالات منه وزارة العدل وزارة شون دينية توا وقبلها وزارة النقل وفهم وزارة المال معناها المرسومة داية أدت عند حكومة قيسعيد لتكميم الأفوه والحاجة وردع الناس اللي تنقط في الحكومة وأدع عملها حتى أنه نية وضع هذا النص واضحة مش مكافحة شرائم الإلكترونية إنما الحد من التضييق على حرية التعبير لغير هو الفكرة ومش أنه يكون عند حكومة قيسعيد التخوف هو أنه يقعد يكون عند كل الحكومات غدوك سواء قيسعيد وإلى حكومات أخرى تكون قادرا أنه عندها عندها قانون وإلى مرسوم يسمح لها نحن نعرف وليفهم مرسيم اليوم في تونس من وقت البيات يتم استعمالها اليوم لقام على الحريات جزء بعد الفاصل مع غيلان نحب نفهم اليوم الشاب تونس يكون عمره 25 سنة كيف ينظر لتونس الغد نعود فيه برشا الغيلان وغيلان ما موش فيه امتحان جزء نحن نتعرف عليه ونحب نعرف كيف يفكر وكيف يش حياته اليومية تصير حول نشاط المجتمع المدني رجعين نشو على مزايكة فام غيلان الجلاص يعني جماعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات غيلان موقع إلى جانب غيلان جماعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات موقع إلى جانب مجموعة من جعيات المجتمع المدني تونسية لمدير الصحف لجمعية تونسية نسا ديمقراطيات وربطة تونسية الدفاع للقوة الإنسان منتدى التونسي الحقوق الصداي والاجتماعية وهما مشاركين دايير دايير ناس مشاركة في الحوار الوطني في مبادرة الاتحاد غيلان فما يكون يقول المجتمع المدني الآن فقد بارقه ويحصل على المجتمع المدني انتعه 2011 و2012 يحصل على العركات الكبار حول الحريات في ظل قمع غريب الأطوار من عند حركة النهضة في 2011 و2012 وإلى نية تغيير وإلى نية وإلى هاته نقول معركة كبيرة حول الهوية في تونس شنو أرايك في المقولة هذه أنه المجتمع المدني فقد الآن بارقه مش كان المجتمع المدني يعني حتى كان فسروها من بعد 23 سنة أو ديكتاتورية ونظام بن علي بعدك الثورة ذي كصار فما زخم سياسي زخم في المجتمع المدني شبابي والناس الكل معناها تلقات معناها كادر جديد أنها تحكي وتتنفس فيه معناها فبالطبيعة بيش يكون فهم الزخم كبير وصراع بين حركة النهضة بين المجتمع المدني سراح حول الدستور أو الدستور يتكتب بطريقة هذه وحتى السياق يحكم بعد 25 جويلة صارت كيمة البهتة معناها والبرود السياسي وصارت معناها فراغ كبير معناها كثوا في المجتمع المدني في الوسط السياسي معناها اللي يندثر تماما معناها أغلب الحزاب السياسية معاش تسمعها بخلاف أنها توقع بيان أو أنها تعمل ندوة صحفية حضروا شفاء أربع صحفين يتكلموا على حاجات معناها بديهاية ولكن فهمة مجتمع المدني قاعد يخدم فمجتمع المدني ويقف معناها ند بالند للحكومة هذه وقاعد معناها يرصد ويراقب ويوثق في الانتهاكات ويعابر على رأيه درنير مو كان فهمت تقرير دوري شامل معناها في جينيف نستكلمت معناها على أنتها كتحوق الإنسان والصراع هذا يمازال معناها طول ما فهمها معناها تضييق الحريات أو أعمال قمع أو متواصلة للمنظمة هذه طول ما فهمها معناها مجتمع المدني حتى لأنه مش ظاهر كمقبل لأنه مازال ينشط ومازالت ناس قاعدة تناظل وتقاوم معناها حتى لو مش في لب الصراع هذا فما ناس على الهوية مش قاعدة تنتش قاعدة تتكلم قاعدة عبر كسواب على وانقاء تواصل الاجتماعي عبر آليات جديدة مش بالضرورة كما 2011 كما 2023 فما فرق زمني كبير معناها حتى الآليات متعد نظال المقامة تتبدل معناها وهذا اللي نهنيك عليها غيلان خاطر نصور اللي انت وزملائك وصحابك تفهموها على الميت ساعات حتى أكثر من أجيال أخرى اللي انت كنت تتلم عليها من هالأحزاب السياسية لكن الوضع هو الوضع في نفس الوقت الآن مع أنت شنو رأيك في جزء كبير صحيح أنا نهنيك على اهتمام كبير لشأن العام على العمل في المجتمع المدني لكن شنو رأيك في جزء كبير من الشباب اللي قلت مهمنيش يعني مهمنيش تعرفش كيفاء أنا يا أخويا مهمنيش معناها يا أخويا هذه أمور ما تخصنيش ما تمثنيش في حياة اليومية أنا بريتو كما قلت أنت نحب على نحب على معناها هيتنقول حلول لخلص شخصي وقتاني يا نجم دخلني فالحكاية هذه شنو ما رأيك في هذا النوع زادة من الاستقالة اللي تنجم تكون موجودة في علاقة بشأن العام شنو رأيك بالضبط وهذاك خيارات معناها وحقهم الناس لأنه مش مطلوب الناس لكل أنها تدافع وتتناظل وتتكلم ومش مطلوب الناس لكل أنها تكون الأبطال زادة وتضاحة بروح ومعنا يقول لك أنا في الأخر ما نربح فملوم الشباب اللي يختار الخلاص الفرد لأنه عايش معناها عشرة سنين من الوقود السياسية وعايش معناها الصراعات شهدت تونسي طلعشرة سنين هذه ما حققت له حد شي فبالتالي كان شنية مربوح لأنه أغلب شبابي خامر معناها بمنطقة كان نفعية معناها شنية حققوا للي ناس ما حققوا للي تجاذو بيت كنا في غينان عنها معناها حتى دوقتي ما تلومش ما تلومش ما تلومش اليوم وذول هذة في تجاوب معاك ذول هذة خيار صعب ما نلوموش لكن نجم هتنقل نغرمو الناس بشوية بشوية وإلى نفسروا الناس بشوية بشوية أنه من المفروض يكون معني بالشأن العام يلزم مسئلة الحريات والحقوق هل تعتبر أنه عند الشباب هي عنده نوع من قصوية في التعامل معها مطالبه يصر مرتفعة مرتفعة في علاقة بالحقوق ولا حريات وتوصل إلى حدود مطالب جندرة وإلا تعتبر أنه عادي هذك هو العادي ذلك اللي لازم يصير هي مطالبة مبدئية بالحقوق شو نرى هل تعتبر ما نحكي مع حقوق الإجابة لن نسمعكم لا نحن نكون إكسترميست ولا نعطيك كلمة مثالية ولكن طلبنا بالشغل والحرية والكرام لا طلبنا بها على أقصات سنعطيني عام وعنديني وعنديني حقوا الشباب كل سؤال متنظم في جماعة أو في حزاب أو حتى شباب الجماهير الرياضية التي تلاقي في تضييقات لأن الجماهير الرياضية هي نوع من أنواع التجمع السلمي وحقهم عبر في نفس الوقت بالعكس الدولة قاعدة تقمع فيها نهار أو لنهار هذا على غرار الجامعيات أو الأحزاب وهي نسمي وسائل تنظم كلاسيكية حتى رأي الجماهير الرياضية وسيلة من وسائل التعبير على الرأي وعلى لأنه ما شفنا أغلب أغاني الفيراج دير يرمو أخذت منحة السياسية أخذت منحة مطلة بواضح لهي حرية التعبير دكوردو لكن اليوم في تقاطع شنو قراءتكم لهذا شنو قراءتكم لهذا غيلان لهالشباب هذي اللي يتعرض إلى النوع من القمع وإلى إلى نوع عليش وفنت كونت عليش برشة جزء كبير من الشباب يقول فما مجانية يقول أنا ما عملت شي نلقى شنو قراءتكم في تقاطع في قراءتنا في تقاطع معناها أنه لوضاع بعد 25 جويل خاصة في حرية التعبير استخدت منحة سائقة على الأخر لأنه أول حاجة عملت مرسوم هذي مرسوم هذي لو طال طلبة معناها وشباب عاديين نحكي على 54 نحكي على 54 لأنه فما شاب يكتب إلى الثورة إلى شارع من جديد من جهة الرئيس يقول لك الثورة هي مطلب يتبنيه كل الأجيال معناها هو شعار من شعارات الدولة من جهة يحاكم ناس على أنها ترفع مع شعار الثورة من جديد معناها فكيفيش نجم ما يقابلش بعضه بالضبط مع الشعار في العبد شيقول معناها قصدك بالضبط ففيش نحكي فما تضارب كبير في الأقوال معناها يقول لك الدستور هذا ما خطأوا الشباب على الجدران تلقى ناس على تاق في حيط معناها يتحاكموا ومحالين ثلاثة مع بعضهم دير نير موك صارت أنه ثلاثة شباب تاقى وشعار معناها يطلبوا بالحرية لأحد المساجين السياسيين فتم القبض عليهم معناها بطهمة تخريب ومتلكات العامة وغيرهم 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 معناها مش كان هذا فما تناقض كبير في اللي نشوفه فيه وشباب تبيع مش بش يسكتلك على حاجات كما وإحنا في تقاطع قاعدين نرزدو نوثقوا في الانتهاكات اللي قاعدة تصير دير نير مون نددنا بالمرسوم 54 فيه تقرير كامل معناها كنا نشرناه على انتهاكات اللي شنها المرسومة ذي وعلى الاختار اللي مزالت بش نشوفوها منوك خاطر إذا انت اليوم فالناس حسب تقطيري شخصي الناس الكل في حال صراح مؤقت معناها إن اليوم ننتقد معناها موظف دولة أو مسؤول على الحكومة نلقى روحي محال بالفصل 24 اللي يدوب للعقوبة معناها مش كما تنقض مواطن عادي كما تنقض معناها موظف عمومي في الحال 27 من المرسومة 54 العقوبة تولي فوادو معناها فتنقى روحك فكيفاش نجم ونحكيه على حرية التعبير وعلى تونس غد وتونس أفضل انتوكال هنا بشتوقت تحكي كما تحب سي غيلين على تونس أفضل وعلى تونس الغد مرحب بيك غيلين جلاسي شكرا بيك عن جمعية تقاطع التشجيع وكل التشجيع لشبابنا وينما كان في كامل تراب الجمهورية وداخل وخارج الجمهورية اللي يهتم بشأن العام واللي حاول هي تنقولي يعطي من نفسه ويعطي من وقته وكما قلت أنت يا غيلين وكلامك كان مهم برشا منهموش على الأخرين لكن شاء الله بشوية بشوية العبد يعرف كيفاش يحكي مع الناس على شأن العام خطر شأن العام يهمهم يهم الأجيال القادمة ويهم الى تونس الكل وينما كانوا